احنا عايزين نتكلم على الحاجة انتشرت اول يومين دولي وبدأت بعض الناس بتنقسم فيها يعني كلام ان هي كويسة او مش كويسة او ان هي لها اضرار او مناش اضرار وهي العدسات اللاصقة حضرتك ايه رأيك؟ العدسات اللاصقة من زمان وهي موجودة بس العدسات اللاصقة دي الوان وانواع كتير جدا اهم حاجة عندنا في العدسات اللاصقة اولا جودتها ونوحة يعني اهم حاجة في العدسة الكنتنت بتاح صفت كنتنت بتاح لان لازم نبقى عارفين ان العاسة دي بتتحطي على القرانية اغلى حتة عندنا في العين القرانية دي تمثل تلاتة ربع كوة الابصار اغلى حتة فعلا حقيقة في العين لان العين دي بتشوف بالقرانية والعدسة الداخلية والاتنين دولة تساوي كوة الابصار القرانية دي تساوي تلاتة ربع كوة الابصار ده بس عشان نعرف احنا بنحط فيه طيب اللينس دلوقتي انا حطتها على الكورنيا القرانية الكورنيا دية العضو الوحيد اللي في الجسم ما بيوصلهش دم يعني لو جينا سألنا في المعلومات العامة كده للناس إيه الحتة اللي في العين أو في الجسم كله ما بيوصلهاش دم أي حتة في الجسم إن شاء الله في أدق حتة في العظام في أي حتة بيوصلها دم ما هذا الكورنيا دي وربنا احتفظ بالخاصية دي للقرنية على مستوى الجسم كله لأنها تحتفظ بشفافيتها ما بيوصلهاش ولا أي بلد فيزل كده يغمقها سن سبحان الله كويس فهي دلوقت بريليانت وشفافة جدا بيوصلهاش دم هي جزاها من الدموع اللي موجودة فوق الكورنيا دي انت بتحط العدسة دي على فين؟ على الكورنيا منعت عنها مين؟ التير فيلم أو الدموع اللي نزلالها دي طبيعة العدسة اللي هتركب على الكورنيا لازم تكون صفت كفاية إن هي مهما كانت صفت برضو أنا عايز أقولك إن أفخم العدسات في الصفت كونتينت بتدخل تير فيلم من تحتها لا يكاد يكون عشرة في المية من الطبيعي اللي أنا بتنفس بيب القرن تمام؟ فأنا دلوقتي أهم حاجة جودة العدسة إن هي تكون صفت كونتينت كفاية عشان كده احنا بنقول العدسات الديلي دي أحسن واحدة اللي هي بتتلبس يوم واحدة ترين في محيطنا ما فيش حد بيستخدمها غير قلة القليلية تمام؟ طيب أدي أول شرط تاني شرط مهما كانت وانا جابت الديليوز تمام مخطة ما سمحش بأنها تكون موجودة طول اليوم ليه؟ ليه التعذيب ده؟ أنا بالكتير ألبسها 8 ساعت تمام؟ لما أكون بر ده رأي تمام؟ أنا لما دخلت البيت أنا عايزة البنات يفهموا لأنا نحي الحكاية دي حصلت فيها مشاكل كتير جدا أنا لما أجي ألبس اللينس وأقلع اللينس في شنطتي بذات الأصل بنات 3-4 الناس اللي بيلبسوا العدسات في شنطتي المحلول بتاع العدسات العلبة اللي هحطي فيها اللينس والنظارة الطبية بالذات لو أنا لابس اللينس طبية في أي وقت من الأوقات يحصل إيريتيشن وقلق في العين أنا هقلع وطبعا معايا إيه؟ ريس إنفكتنت أو ألكحل أو أي حاجة هنضف بي إيدي وهقلع اللينس حطها طالما وجعت العين أنا فيش أغلى حاجة عندي من القرنية